بيبدأ الفيلم وبنتعرف على دب البندا بو بو كان بيحلم انه يبقى مقاتل كونج فو زي المقاتلين الخامسة اللي بيحموا القرية وبو اساسا كان بيقضي ايامه وبيشتغل في مطعم والده السيد بينج والسيد بينج ده كان وزه وفاتح مطعم وبيبيع نودلز وبالرغم ان بو شغال كويس وبيساعد والده بس هو كان نفسه يبقى مقاتل كونج فو لكن السيد بينج عمره مشجعه ده وبو كان بيتظاهر انه بيحب يعمل اكل لكنه في الحقيقة مش حابب الشغلانة دي والسيد بينج بيبقى فرحان ان بو بيساعده وبيقوله لما تكبر هعرفك ايه هو سر مكونات النودلز وبنروح بعدها القصر جيد اللي على الجبل وبنشوف المعلم شيفو وهو بيدرب تلاميذه وتلاميذه دول كانوا هم المقاتلين الخامسة وهم احسن مقاتلين كونج وفو في القرية وبعدها بيجي للمعلم شيفو واحد اسمه زينج وبيقوله ان المعلم اوجو وي وعاوزه ضروري وفعلا المعلم شيفو بيروح بسرعة المبنى المقاتلين وبيقابل المعلم اوجو واي وده سلحفة عجوز بس حكيم وهو اللي اكتشف الكونج وفو وبيقول لشيفو انه شاف رؤية وان طاي لونج هيرجع تاني للقرية وطاي لونج ده تلميز المعلم شيفو السابق بس طاي لونج مسجون بقاله عشرين سنة وشيفو بيتصدم وكان قال الان ان طاي لونج يهرب من السجن فشيفو بيأمر زينج انه يروح للسجن ويدي امر المأمور السجن انه يضعف الحراسة والمعلم اوجو واي بيقول لشيفو ان المصير محدش هيقدر يغيره لكن احنا نقدر نحضر نفسنا لما طاي لونج يهرب من السجن ونختار حد من المقاتلين الخمسة ونديله مخطوطة التنين وبنعرف ان اللي هيستخدم مخطوطة التنين هيبقى عنده قوة غير محدودة وهيبقى اسمه مقاتل التنين وتاني يوم بو بيسحى بدري على صوت ابو وهو بينادي عليه ودايما بو الصبح كان بيتعامل مع نفسه انه مقاتل كونج فو والسيد بينج كان عاوز مساعدته في المطعم وينزل يساعده واسناء ما بو بيخدم الزمين بيشوف مندوبين من قصر كونج فو بيحطوا مرساقات على الحطة في المطعم وبيعرف بو انهم هيختاروا مقاتل التنين النهاردة في حفلة مع مالة في القصر وبو بيقول للزبين يروحوا الحفلة علشان ده هيبقى اعظم يوم في تاريخ الكونج فو وبيقول انه اكيد هيروح الحفلة والسيد بينج بيجي البو وبيديله عربية النودلز وبيقول له دي فرصة حلوة علشان نكسب زبين جديدة علشان اكيد كل اهل القرية هيكونوا هناك وبو كان عاوز يكنع والده انه رايح بس يتفرج على اختيار مقاتل التنين بس في الاخر بيرجع في كلامه علشان ابو ما يتديقش وبيوافق ياخد العربية معه وفعلا بيروح الحفلة بالعربية وبيحاول يطلع بيها على السلم بس بيطلع عن السلم طويل جدا وبو شاف انه كده هيتأخر ومش هيحضر الحفلة فبيكرر يسيب العربية مكانها ويطلع ولكن لحظه السيء اول ما طلع كانوا قفلوا باب الاصر فبيضطر انه يتفرج على العرض من شباك صغير والمعلم شيفو بيستدع التلميذ الخامسة بتاعه واللي هما تايجرس وفايبر وكرين ومانكي ومنتس وفي الحلبة هما الخامسة بيستعرضوا قدراتهم وكرين بيستعرض قوة جناحاته وبيرفرف بيهم وقوة الرياح بتقفل الشباك اللي كان بيتفرج منه بو وبو ما كانش عاوز يفوت العرض باي شكل وبيحاول يتفرج من فتحة صغيرة في الباب بس الحضور كانوا كتير ومغطيين الرؤية فبيحاول يكسر الباب بس طبعا بيفشل لانه ما عندوش اي مهارة وقوة فبيحاول يعلق نفسه على شجرة علشان ترميله جوه الاصر بس للاسف ده مش بيحصل وبعد ما الخمس محاربين استعرضوا مهارتهم المعلم او جوي بيحس ان المقاتل التنين موجود وبيقول انه هيعلن عن اختياره دلوقتي وبو بيجيب علعاب نارية وبيحطاه حوالين كرسي والمفروض انها تدخله لجوه الاصر وقبل ما كان هيولع الفتيل ابو بيظهر وبيحاول يمنع ابوه عن اللي بيعمله وبو بيقول له انه دايما كان بيكره الاكل وشغل المطعم وشغفه الكبير كان هو دايما الكونج فوق وبو بيولع في الصواريخ ولكن لسبب ما مش بتشتغل وبيقع على وشه وبيحس ابوه بالاحباط وكان هيسمع كلام والده وهيرجع للمطعم ولكن فجأة الصواريخ بتشتغل وبتخليه يطير في الهوى وبيقع في نص الحلبة بالزبط وبو لما بيفوق بيلاقي الخمس مقاتلين ملمومين حواليه والمعلم او جوي بيشاور على ابوه وبيقول هو ده مقاتل التنين الجديد وشيفه والسيد بينج بيتصدمه بعد ما سمعوا الكلام ده والمعلم او جوي بيأكد للجميع انه اختار صح وكل الحضور بدوا يحتفلوا باختيار ابنى المقاتلين بس ما كانوش قادرين لانه تيل جدا وشيفه مصدوم وبيحاول يقنع او جوي انه اكدوا غلطان وبيقول له مستحيل البندة التخين ده يتصدر تايلونج بس او جوي كان مسر على قراره وبيقول انه اختار صح وبيأمر انهم ياخدوا بوه لغرفة المقاتلين ويشيفه بيتضايق وبيفكر ازاي ممكن يتخلص من بوه وبوه لما بيخش لغرفة المقاتلين بيشوف اسلحة الصين الاستورية وكان موجود مخطوطة التنين وبيشوف فازة اسطورية ولكنه بيكسرها لما بيظهر فجأة المعلم شيفه وشيفه كان جاي علشان يحبطه وبيقول له انت عمرك ما هتبقى مقاتل التنين الا لما تجيب المخطوطة من بوء التنين وده مستحيل يحصل لانك بندة سامين ومش هتقدر تتعلم اساسيات الكونجفو وبيمسكه من صباحه مسكة اوشي وبيقول له لو ما نفستش كلامي هقتلك باستخدام حركة اوشي وبياخد بوه لقودة التدريب وهناك كانوا المقاتلين الخامسة بيتدربوه وبوه كان فرحان لانه قابل المقاتلين اللي كانوا مسأل اعلى ليه وشيفه بيقمر ويدرب الدمية دي بكل قوته وبوه لما بيعمل كده الدمية بتترد فيه وبتخبطه بكوة وبالغلط بيقع بوه على عجلات تدريب متقدمة بتاعت المقاتلين الخامسة وبوه ما كانش عنده اي فكرة هيعمل ايه وبيتئذي جامد وبيتدرب من كل معدات التدريب الموجودة وبيتحرق كمان وبيطلع في الاخر وهو مصاب اصابات كتيرة وفي الشمال الزنج بيوصل للسجن اللي محبوس فيه طايلونج وبيسلم رسالة بتاعت المعلم شيفه اللي مدير السجن ومدير السجن بيقول بكل ثقة مستحيل حد يهرب من السجن عندنا وبيضرب زنج وبيوقع منه ريشة وبيقول كمان مفيش غير مخرج واحد من السجن ووقف عليه اكتر من الف حارس ومدير السجن علشان يثبت له ان السجن امان بياخد زنج وبيروحوا لزنزانة طايلونج واللي بيكون محبوس بطريقة محكمة جدا وبيستفز طايلونج وبيدوس على ديله وبيقول لزنج ان المعلم شيفه تعب نفسه واختار مقاتل التنين على الفادي لان طايلونج مستحيل يهرب ولكن بعد ما مدير السجن وزنج مشيو الريشة بتاعت زنج بتقع قدام طايلونج وطايلونج بياخد الريشة بديله وبيستخدم الريشة كمفتاح وبيفتح القفل اللي كان حبسه ومنعه ان يتحرك وطايلونج وهو متعصب بيحاول يكسر الكلبشات اللي في ايده والحراس كانوا بيحاولوا يضربوا بالسهام بس واحد من السهام دي بتكسر الكلبشات اللي في ايد طايلونج اليمين وزنج بيتصدم وهو شايف طايلونج بيتحرر وكان عاوز يروح يبلغ شيفه بس مدير السجن بيمنعه وطايلونج بعد ما اتحرر تماما بيضرب السهام وبيعلقها في الحيطة علشان يستخدم السهام دي وينط عليهم وبيينط عليهم بسرعة هيلة فالحراس بيضربوا عليه سهام كتيرة لكن طايلونج قدر يحمي نفسه واستخبه تحت الاسانسير فالحراس بيقطعوا سلاسل الاسانسير علشان يتخلصوا من طايلونج وبيفتكروا انهم اتخلصوا منه فعلا وفي اتنين بيحتفلوا بس النمر طايلونج بيظهر وبيضربهم هم الجوز وبيستخدم السلاسل وبيطلع نفسه على الكبري اللي بيوصل للمخرج والحراس بيتلموا حواليه وبيهجموه وطايلونج بيقاتلهم بكل قوته وبيقدر يخلص عليهم لانه مهر جدا في قتال الكونج فو وبينتاكم لنفسه من كل اللي شافه في العشرين سنة لاتحبسهم وطايلونج بيبقى خلص تقريبا على نص حراس السجن فمدير السجن بيقمر رجالته انهم يضربوا سهم مولع في اتجاه المتفجرات الفي السقف وفعلا لما بيعملوا كده السقف بينفجر وفيه صخور بتقعة زي المطر المتفجرات اللي في السقف وبياخد المتفجرات دي وبيرمح على الحراس وبكده يبقى طايلونج خلص على حراس السجن بالكامل وبيمسك زنج من رقابته وبيقول له روح بلغ المعلم بتاعك ان التينين المقاتل الحقيقي اتحرر وبنيرجع للقصر والمقاتلين الخمسة كانوا متدايقين ان المعلم او جوي ما اخترش حد منهم وبيعودوا يتريعوا على بوه لانه تخين وما يعرفش اي حاجة عن القتال وبوه كان سامحهم وبيتدايق جدا انهم بيتطريعوا عليه وكان داخل ينام وكان بيحاول ما يطلعش صوت وطايجرس بتقوله ان القصر ده مش مكانك وانت ايهانة وعارة على الكونجو فو ولو عندك دم فانت المفروض تمشي من الصبح وبوه بيحس بالاحباط وبيروح يقعد لوحده برا وبيجيله المعلم او جوي وبيقوله انت متدايق ليه فبوه بيقوله ازاي انا هكون المقاتل التنين وانا فاشل ومحدش هنا بيحبني والمقاتلين الخامسة بيكرهوني اكيد انا لازم انسحب وارجع عامل فالمعلم او جوي بيشجعه وبيقوله ما تقارنش الماضي بالمستقبل الماضي بتاعنا انتهى وما نقدرش نغيره بس المستقبل بتاعنا غامض ونقدر نشكله زي ما احنا عاوزين وبوه بيعجب جدا بالحكمة دي وبتأثر فيه وتاني يوم الصبح الشيفو بيروح لقوض النوم وبيلاقي بوه مش موجود والشيفو بيخمن انه نجح انه يخلي بوه يمشي وكان فرحان وبياخد الخمس مقاتلين لمكان التدريب بس بيلاقي بوه بيحاول يتدرب وكرين بتتدخل وبتحرره اللي انه كان محشور ويشيفو بيأمر كل واحد من الخمس مقاتلين انه يدرب بوه وبالرغم ان بوه اساسا قاعد يتدرب منهم وما كانش عارف يصدهم بس كان فرحان هو ده بيخلي شيفو يتعصب وبيشخصن الموضوع وبيشيل بوه وبينزل فيه ضرب لحد ما رمى برى الاصر وبوه فدل يتضحرج على السلالم وبعدها بيرجع للاصر من تاني ومنتس بيبدأ يعالج بوه وبيديله حقن وبينما هم بيتكلموا تايجرس بتخش عليهم وبتبدأ تحكي عن تايلونج علشان بوه يخاف ويمشي من الاصر وبتحكي تايجرس ان المعلم شيفو زمان لقى تايلونج وهو صغير قدام الاصر ومن ساعتها شيفو خده واعتنى بيه واعتبره زي ابنه وفدل يدربه ويجهزه علشان يكون هو المقاتل التنين بس المعلم اوجوي شاف الشر في عيون تايلونج ورفض ان تايلونج يكون مقاتل التنين والقرار ده عصب تايلونج جدا وشن غضبه على اهل القرية وكان بيحاول يسرق مخطوطة التنين فشيفو بقى مجبر انه يواجه تايلونج بنفسه ولكن المشاعر بتسيطر على شيفو وما كانش قادر يقاتل التلميس بتاعه واللي كان بيعتبره ابنه ففي الاخر بيخسر شيفو ولكن المعلم اوجوي بيتدخل وبيوقف تايلونج عند حده وبيقدر يشيل حركة تايلونج وبيرميه في السجن وبنرجع للوقت الحضر وطايجرس بتقول لبوء للأسف انت الامل الوحيد علشان شيفو يصلع غلطه وبنروح للمعلم شيفو اللي كان قاعد بيتأمل وزنج بيخش عليه وبيبلغه بخبر هروب تايلونج فشيفو بيقلق جدا وبيروح يبلغ المعلم اوجوي بس المعلم اوجوي بيقول له ما تلقش المقاتل التنين هيوقفه فشيفو بيقول له مستحيل البندا داي يكون مقاتل التنين انت اخترته عن طريق الصدفة فبيقول له اوجوي مفيش حاجة اسمها صدفة ولو انت امنت ببوء ودربته كويس هيقدر يوقف تايلونج وبيقول انا وقتي في الحياة خلص وبيدي له العصاية بتاعته وبيقول له انت المعلم الحكيم دلوقتي وبيموت المعلم اوجوي وبيروح لعالم الارواح وبكده يبقى ساب شيفو مسؤول عن تدريب بوء لحد ما يبقى مقاتل التنين وبيروح لبوء والتلاميذ اللي كانوا في المطبخ لحد ما شيفو بيوقفو وبيشجعو يفضل يتدرب علشان يصبح المقاتل التنين بس بوه برضو كان عاوز يهرب وبيفكر بكل مرة شيفو وحاول يحبط من معلوياتو وطايجريس كانت وقفة فوق وسامع الحوار اللي داير ما بينهم وبتقرر انها تثبت نفسها وتروح لوحدها توقف تايلونج قبل ما يوصل للاصر وبيطلع ان نفس الفكرة دي كانت عند المقاتلين الخمسة فبيتحركوا هم الخمسة مع بعض علشان يوقفوا تايلونج وبعدها بيشوفوا تايلونج عند الجسر والجسر دا الطريق الوحيد اللي بيوصل للقرية فالخمس مقاتلين بيقرروا يقطعوا حبال الكبري علشان يبنعوا تايلونج من الوصول بس تايلونج كان قدر يعدي مسافة كبيرة وبينط علشان يعدي الناحية التانية ولكن تايلونج بتدخل وبتضرب تايلونج بالرجل فهم اللي اتنين بيقعوا في نص الكبري وبيطروا بقى المقاتلين انهم يمسكوا حبال الكبري علشان تايلونج ما تموتش وطايلونج بيقول لهم مين فيكن مقاتل التنين وتايجرس بتمثل عليه انها هي المقاتل التنين وخدت مخطوطة التنين بس طايلونج ما كانش مسدقها وعارف انها كدبة وبيقول لهم ما تضيعوش وقت انا عاوزة قاتل اقوى واحد فيكن لان المعركة مبينة وما بين المقاتل التنين هتكون اسطورية وتايجرس على طول بتحجمه وبتحصل معركة قوية ما بينهم ولكن بالرغم ان طايلونج مقاتلة كونج فيه قوية بس تايلونج بيقطحها ضرب ومش بتقدر تقف قصده كتير والحبل بيقفل على رقبتها وبتتكلبش ففايبر بيتسيب حبل الكبري لصحابها وبتتدخل علشان تحارب تايلونج وبتلف جسمها حوالين رقبت تايلونج والفوضى دي بتخلي تايجريس تقع من على الجسر بس تايلونج بيلحاوه في اخر لحظة وساعتها تايلونج قدر يمسك فيبر من رقبتها وقعد يضغط عليها فمانكي بيتطر يتدخل هو كمان وما تبقاش غير منتس اللي شايل الحبل بوزن الناسل على الجسر ومانكي بينط وبيضرب تايلونج في الهواء وكلهم بيجمعوا قوتهم وبيضربوا وكرين بيلف الحبل حوالين تايلونج وتايلونج بتضربوا ضربة قوية وبتقطع الجسر وبيقع بيه والخمس مقاتلين بيرجعوا لبرا الامان لكن كل ده ما كانش كفاية علشان يهزموا تايلونج اللي قاعد يتمرجح بالحبل لحد ما نط وبيرجع لهم من تاني وهزم الخمس مقاتلين وخلص عليهم وبنيرجع لقصري جيت والمعلم شيفه كان قاعد بيتأمل والسمع صوت عالي جاي من المطبخ ولما راح علشان يشوف في ايه لقى بوه مكسر المطبخ كله علشان بيدور على اكل والمعلم شيفه بيتفاجئ من اللي عمله بوه وبيقوله انا بحط الكيك بتاعي في اعلى رف وهو بيقف شيفه برا وكان عاوز يشوف بوه هيعمل ايه وبيلاقي ان بوه قدر يطلع فعلا لاعلى رف علشان يجيب الكيك وبيفهم ان الاكل هو المحفز الاول لبوه فبيقرر يستخدم الاكل كمحفز علشان يدربه بيه وبياخده البحيرة وهيبدأ يدربه هناك وبيطلع لبوه طبق اكل وبيقوله انت مش هتقدر تاكل منه الا لما تتدرب وشيفه بيستغل ان بوه بيحب الاكل جدا وبيخليه يعمل تدريبات شقة وبيخلي كل هدفه هو الكتال على الطعام وبيخليه يلعب دخط علشان يأكل وكل التدريبات دي بتبقى جبت نتيجة وبوه بيتحسن مع الوقت وبيتعلم الكونجفو وشيفه بيحضر لبوه طبق مليان كيك وبيقوله كل منه زي ما انت عاوز وكل ما بوه كان بيحطوا واحدة في بوه وكان المعلم شيفه بيخطفها وبياكلها وبيتبقى واحدة بس في الطبق وبيتخنقوا عليها بس شيفه بيغطيها بالاتباق علشان يمنع بوه انه بياخدها بس بوه كان مركز جدا وقدر يحصل عليها وكان خلاص هيكلها بس شيفه بيرمي الايدان بتاعته عليها وحتة الكيك بتتعلق في الشجرة وقعدوا هما اللي اتنين يتخنقوا في مينة اللي هيتطلع ياخدها وحتة الكيك بتقع وبيعودوا يقتل بعض عليها وفي الاخر بوه بيقدر يحصل عليها بس بيورفد ياكلها وبيديها للمعلم شيفه وشيفه بيفرح جدا لان بوه اتغير كليا ولما بيرجعوا الاصر بيلقوا المقاتلين الخامسة وصلوا وكانوا مضربين وقدروا يعيشوا بفضل كرين اللي شالهم وجابهم لحد هنا وشيفه لم يعرف انهم قتلوا تايلونج وتهزموا بالمنظر ده فهم ان تايلونج بقى اقوى واسرع من الاول وابوه بيخاف جدا وبيقول طب هما الخامسة خسروا انا هقاتل تايلونج ازاي بس المعلم شيفه بيطمنه وبيقوله انت هيكون معاك حاجة مش مع تايلونج ودلوقت يجي الوقت علشان تستلم مخطوطة التنين وفعلا بيستخدم عصاية المعلم اوجوي وبينزلها من بقية مثال التنين وبوه بيحصل على المخطوطة ولكن لما بيفتحها بيلايها فضية وما فيهاش ولا كلمة فشيفه بيتصدم ومش بيكون فاهم المعلم وجوي يقصد ايه وبيحس ان ما فيش امل وهما ما عندهمش وقت فبيقمر تلاميزه انهم يخلوا القرية من السكان وانا هفضل موجود بنفسي علشان اواجه تايلونج وهضحب نفسي لو اضطريت علشان اهل القرية يعيشوا وبتروح تايجرس وباقي المقاتلين يمشوا اهل القرية علشان تايلونج جاي وبوه بيقرر يروح لمطعم والده علشان يساعدوا في الاخلاء والسيد بينج لما بيشوفه بيقرر يديله سر مكونات النودلز وبيقوله انا مش بحط تواب المختلفة ولا بعمل خلطة معقدة الناس هي الانفكارة ان النودلز ليها سر معين مع انها ملهاش وبوه بعد ما سمع الكلام ده من والده بيفهم ليه مخطوطة التنين فاضية وبيعرف ان الهدف انه يوصق في نفسه وانه يقدر يحقق كل اللي بيحلم به بينما تايلونج بيوصل وبيقابل شيفه وبتبدأ المعركة وتايلونج بيهاجم شيفه وبيضرب الارض وبيكسرها وبيرمي على شيفه شوية صخور بتدخل شيفه للقصر وبيفضل يضرب شيفه لحد ما دخلوا لغرفة المقاتلين وبيقعد يرمي على شيفه الاسلحة الاستورية بس شيفه بمهارة عالية بيقدر يتفاديهم كلهم والحد دلوقتي هو ما تصبش اي اصابة وبيبدأ يهاجم تايلونج وبيقعد ينط من عمود لعمود بس تايلونج كان سريع وبيوقفه وبيضربه ضربة قوية بالطير شيفه في السماء ولما بيقعد على الارض تايلونج بيستجمع قوته وبينزل ضربي في شيفه وشيفه كان عمال بيستلم الهجمات ومش عارف يدافع عن نفسه وكان بيتهزم وبيقعد على الارض وهو متدمر ومع نوياته في الارض وبيتأسف لتايلونج لانه مساعدوش ومقدرش يخليه ياخد طريق خير وبيقول انا اتحمل المسئولية على اللي حصل بس تايلونج بيمسكه جابد من رقابته وبيقوله انا عاوز مخطوطة التنين ومش عاوز اسفك وهي ساعتها تايلونج بياخد باله ان المخطوطة مش في بوق التنين وان في حد اخدها وشيفه بيقوله مقاتل التنين حصل عليها واخدها ومش بيها بعيد ولكن بيظهر بو وهو تعبان بعد ما طالع لكل السلالم وبيقول انا مقاتل التنين وبتحداك يا تايلونج وهي تايلونج بيتاريق عليه ومش بيصدقه لانه بنده تخين فبو بيطلع مخطوطة التنين وبيوريها له فتايلونج على طول رحم هاجم بو وده بعيد بس بفضل جسم بو فهو بيرتطم بالعمود وبيرجع وبيخبط في تايلونج وبيطيره وبيحصل تاني على مخطوطة التنين وهنا تايلونج بيتعصب وبينقض عليه وبيخرجه من القصر وقعد ويدحرجه على السلم وبو كان حظه حلو وكان عمال بيفعص تايلونج بفضل جسمه وبو بيستغل الشجرة وبيضرب تايلونج بس تايلونج بيرجع وبيهاجمه وبو كان بيحاول يهرب منه لحد ما بيوصله للقرية والمخطوطة بتطير من بو فبيستخدم الاعدان وبيحدف تايلونج بيطبق حديد وبيستخدم الاتباق وبيخب المخطوطة زي ما شيفه عمل معه في الكيكا بس تايلونج بيفركش الاتباق وبيحصل على المخطوطة وهبو بيقع عليه وتايلونج بيرمي بعيد علشان يروح ياخد المخطوطة وهنا بو بيقع على شوية ألعاب نارية وبيستخدم الألعاب دي وبيحصل على المخطوطة الأول بس بيخبط في حيطة وبتير المخطوطة منه بتتعلق في صخرة وهبو بيتخيل المخطوطة كأنها حتة بسكوت فبيتسلك المبنى علشان يحصل عليها ولكن تايلونج بيدرب المبنى برجله والمبنى بينهار بس بو كان قدر يتسلك وبيجري على البلاط اللي بيتير في وش تايلونج وقدر بو يحصل على المخطوطة بس تايلونج بينط في السماء وبيسدد له ضربة قوية وبيقع على الأرض وبيحصل على المخطوطة وبيفتحها بس بيتصدم لما بيلاقيها فضية وبو كان بيحاول يشرح له الهدف والرسالة من المخطوطة بس تايلونج مش بيحتم بالكلام ده وبيتجنن أكتر وبيهجمه وبو بيقع على الأرض وبيقع يضحك وكل ما تايلونج يضربه بو كان بيضحك وكأنه بيزغزغه فبيتعصب تايلونج أكتر وبيهجمه بكوة أكبر وساعتها بو بيرد عليه وبيضربه وبيطيره وبيضمر بيه البيوت وطايلونج ما كانش مصدق نفسه وبيرجع يهجم بو تاني بس بو كان قادر يدافع عن نفسه باستخدام أساليب الكونجفو وبيهجم تايلونج وبيمسكه منديله وبيعفضه وبيسدد له ضربة قوية بالطيره وطايلونج كان بيجري عليه بس بو بيصد بكرشه وبيطيره عالي جدا في السماء وبيقع بعدها على الأرض وطايلونج بيبقى تهزم بس بيقاوح وبيحاول إضربه بس بو بيمسكه من صبعه مسكة يوشي ودي حركة المعلم شيفه وطايلونج بيقوله مستحيل تكون بتعرف تأمل مسكة يوشي لأن دي حركة شيفه ومش بيعلمها لحد وبالذات لو بندت خين زيك فابو قاله وانا بندت خين اتعلمت مسكة يوشي الوحدي وبيعمله حركة يوشي اللي بتسبب موجة كبيرة حولنا القرية وبينتقل طايلونج لعالم الأرواح وأهل القرية بيرجعوا علشان يشوفوا إيه اللي حصل وبيكتشفوا إن بو هو اللي كسب وبيفرحوا جدا وبيعينوا وحام القرية ومعلم الكونجو فو وبتنحاني تايجرس وكل أهل القرية للتنين المقاتل وبيجربوا على القصر علشان يتطمن على شيفه وبيقولوا أنا قدرت انتصر على تايلونج ويشيفه بيفرح جدا لأن المعلم أوجو وي كان عنده حق وبو هو التنين المقاتل وبنروح بعدها الأحداث من الماضي في الصين وبنتعرف على زوج وزوجة من عائلة الطاووس واللي اتنين دول كانوا بيحكموا مدينة اسمها جونمن وقدروا هم اللي اتنين يخترعوا الألعاب النارية وبسبب كده مدينة جونمن اصدهرت جدا لأنهم جلبوا السعادة للمدينة بس ابنهم اللي اسمه شين كان عنده رأي تاني وشايف إن البرود بتاع الألعاب النارية المفروض يتصنع منه أسلحة وفعلا صنع كذا سلاح وأبوه أمه لما عارفه كده حسوا إن ابنهم هيطلع شخص شرير فرحوا للعرافة وسألوها على المصير ابنهم والعرافة قالت لهم إن في المستقبل شين هيتهزم من محارب لونه أبيض وسود وشين لما عارف التنبؤات دي بيؤمر الجيش بتاعه بتنمير قبيلة البندة بالكامل وأمر جيش ويقتله كل بندة موجود وشين كان مفكر إنه كده هيغير مصيره بس أبوه وامي شين ما عجبهمش اللي شين عمله فبيقرروا يتردوه برا المدينة وشين بيتضايق وبيتعاحد إنه هيرجع تاني للمدينة وهينطاكم وهيخلي السين كلها تنحني قدامه وبنروح للوقت الحاضر وبنشوف مصنع في مكان مخيف وشين كان مشاغل الزئاب عنده علشان يصنعوا أسلحة جديدة بس المعادن اللي في المصنع بتخلص وهو ما كانش ينفع إنتاج الأسلحة يتوقف فشين أمر رجال تويعدوا على كل قرية قريبة ويسرقوا كل المعادن اللي فيها وشين ما كانش عارف إنه بسبب القرار ده هو كده بيقرب من مصيره وطبعا بوه ما كانش عارف أي حاجة وقتها وعمال بيهيكل والمقاتلين الخامسة بيشجعوا علشان يقصر رقم قياس جديد في الأكل والمعلم شيفو بيستدعي بوه علشان يتكلمه عند شلال التنين والشيفو بيكون صلى حصية المعلم أجوي والشيفو بيقول لبوه جي الوقت علشان تتعلم آخر درس من دروس المعلم أجوي والدرس ده عن السلام الداخلي وده بيدي المحارب الهدوء اللي بيخليه يقدر يتحكم في نقطة مية وبنشوف المعلم شيفو وهو بيتحكم في نقطة المية بكل سلاسة وبينزلها في الزرعة وبيقول لبوه في عده طرق للوصول للسلام الداخلي ولازم انت تلاقي الطريقة المناسبة ليك وبعدها هتبقى معلم كونج فوه حقيقي وبوه كان بيحاول يفهم اللي شيفو بيقولو وطايجرس بتخش عليهم وبتقول لبوه ان في مجموعة من الزئاب بتهاجم قرية قريبة وفي القرية كانت الزئاب بتنهب وبتسرق كل المعادن من البيوت وبيدوروا على المعادن في كل مكان ومحدش من أهل القرية عارف يوقفهم وقبل ما كانوا هيمشوا وبوه والمقاتلين الخامسة بيوصلوا وقائد الزئاب بيتفاجئ ان في باندا لسه عايش وبيقوم رجالته بالهجوم عليهم لكن بوه بيقدر يتصدلهم وبنشوف انه بقى مقاتل قوي جدا في الكونج فوه وبيمسك الزئاب وبيقطعهم وبيقدر يتفادى السهام بتاعتهم بمنتهى السهولة والسلاسة وبيتل على السطح وبيقاتل الزئاب مع طايجرس وبيعملوا أحلى دويته عليهم بينما المقاتلين الخامسة بيقاتلوا الزئاب ومتفوقين عليهم وقائد الزئاب بيبقى ربط كل المعادن ورجالته بياخدوها لبعيد بس في واحد من أهل القرية بيتاخد بالغلط مع المعادن فاكرين بيتير وبيقطع الحبل بتاعه وبوه بينطف الهوى علشان يلحق فرض القبيلة من الموت والمحاربين الخامسة بيتحدوا وبيمسكوا بوه من ورا وبيقدر بوه ينقذ فرض القبيلة وأهل القبيلة بتشكر بوه والمقاتلين الخامسة بس قائد الزئاب بيظهر علشان يهجم على بوه وبوه قبل ما كان هيصده بيشوف شعار على درع الزئاب والشعار ده بيخليه يفتكر مامته لما كان صغير وإيه الزئاب بيستغل سرحان بوه وضربه في وشه وبعدها الزئاب بيهرب والمقاتلين الخامسة بيسألوا بوه وبيقولوله انت ليه ما دفعتش عن نفسك بس بوه مش بيرضى يقول لهم حاجة وبيروح يقابل والده في المطعم بتاعه وبيقوله ان عاوز اتكلم معاك وبيروحوا المطبخ وبوه بيحكيلوا عن قتاله الاخير مع الزئاب وعن الرؤية اللي شافها المامته وابوه بيسألوا عن الرؤية دي والسيد بينج بيكرر يحكيله الحقيقة وبيقوله في الواقع انت مش ابني البيولوجي انا تبنيتك وانت صغير زمان انا كنت مستني شحنة خضار جايالي ولما وصلت لقيت الصندوق فاضي تماما ولقيتك جوا الصندوق بعد ما كلت كل الخضار اللي كان جهو وانت كنت لسه صغير جدا وما كنتش عارف المفروض اعمل معاك ايه وفضلت كزا يوم استني حد من اقلتك يظهروا علشان يخدوك بس محدش ظهر فقررت اتبنيك واعتبرك زي ابني وسميتك بو وربيتك عندي وحبيتك جدا مع انك كلفتني اكل كتير وما كنتش بتشبع بس انا حقيقي حبيتك وبو بيتصدم من الحكاية دي لانه كان مفكر السيد بينج يبقى والده وبيبقى ممتني جدا للي عملوا السيد بينج معاه بس متضايق لانه ميعرفش حكايته بالكامل وبنروح لمدينة جونمن وكان حراس الملك الجديد وقتها بيتدربوا على الكونجفو وفاجأة بيخش عليهم شين وبيأمرهم يمشوا من القصر وبيقول لهم القصر ده بتاعي انا بس الملك والحراس بيقولوله المدينة دي بقت تحت حماية نحنة من بعد ما ابوك وامك ماتوا وانت ملكش حاجة عندنا والمفروض انت اللي تمشي وشين كان متوقع انها مش هيمشوا فبيقوم الرجال تويجيبوا الصندوق اللي جواه السلاح الجديد وبيقول للملك وحراسه انا هقتلكنته التلاتة والحراس مرة واحدة بيهجموا على شين بس شين كان مقاتل اقوى منهم في الكونجفو وبيقدر يتغلب عليهم بسهولة وبنشوف ان شين عنده ريش من المعدن فالملك بيقرر يتدخل ويقاتل شين بالمطرقة بتاعته والشين بيقرر يستخدم السلاح بتاعه الجديد واللي كان عبارة عن مدفع وبيطلق قذيفة قوية على الملك اللي موجود في الرسالة وبيقول لهم انتو لازم تروح توقفوا شين عند حده لانه معه سلاح قوي جدا ولو ما حدش تصدله هيحتل السين كلها بالاسلحة اللي معاه وممكن ساعتها ينتهي اسلوب قتال الكونجفو وبو بيسأله هل هنقدر نتغلب على شين واسلحته باستخدام الكونجفو فالمعلم شيفو قال له هتقدر تعمل اي حاجة لو اتقنت اسلوب السلام الداخلي وما تنساش انك المقاتل التنين وبعدها المقاتلين الستة بالفعل بينطلقوا في رحلتهم لمدينة جولمن بينما في نفس الوقت شين كان عمال بيطور في الاسلحة بتاعته وفارقنا بيكملوا رحلتهم وبيركبوا مركب وابوه كان نايم وبيحلم بكابوس وبيحلم ان ابوه وامه تخلوا عنه ورموه فابو بيتضيق وبيصحب الليل وبيحاول يتدرب على الاسلوب السلام الداخلي بنقطة المية زي ما شايفه كان بيعلمه بس مش بيقدر يتدرب وكان قلقان ومحبط بالسبب الكابوس والحكاية اللي حكاها له ابو وطايجرس بتسحى وبتشوفه وبتكرر تساعده وبتوقف معاه وبتكبر خطره وبتخليه يتدرب شوية على الكونجو فو بس بعدها بتنشف عليه وبتقلبه على الارض وبتلاحظ ان ابوه مش مركز وبتسأله ما لك فابو بيقول لها وبيحكي للمقاتلين الخمسة انه طلع مش ايه من الوزة بنج فكلهم بيندهشوا وطايجرس بتقول له سبحان الله ما اكيد وزة مش هتخلف دب بنده وبتقول له انت ازاي ما كنتش فاهم كده من الاول والمقاتلين الخمسة بيحاولوا يواسبوه وطايجرس بتقول لهم احنا خلاص قربنا نوصل مدينة جولمن وفي المدينة بنشوف شين رايح لكرسي العرش بتاع والده وبيرميه من شباك القصر وبيحط المدفع بتاعه مكانه الكورسي وبيقول انا همشي كمان تلت ايام علشان اروح احتل للصين والعرفة بتبقى موجودة في القصر وشين كان عاوز يعرف مستقبله الجديد وبيسأل العرفة لكن العرفة بتقول له نفس النبوءة وان في مقاتل كونجفو ابيض واسود هيزمك فشين بيتارق عليها وبيقول لها انا قتلت كل حيوانات البنده من عشرين سنة فمستحيل يكون في بنده لسه عايش اصلا بس قائد الزئاب بيقول لشين لا كلام غلط انا شفت بنده في القرية لما كنا منسرق المعادن والبنده ده كان موهوب جدا في كونجفو فشين بيتعصب وبيأمروا يروح يقبض على البنده ده باي شكل بينما بوب والمقاتلين بيكونوا وصلوا المدينة وبيقفوا على صور المدينة وبيشوفوا قصر شين وبيشوفوا ان المدينة مليانة بحراس الملك فهم كانوا لازم يتقدموا من غير ما حد يشوفهم فكلهم بيلبسوا زي تنكري على شكل تنين وبيشقوا طريقهم لأصر الملك بس وهما في السكة بيشوفوا واحد من الزئاب بيهدد واحدة من الشعب وبيقول لها لو ما جبت ليش اكل دلوقتي هاكلك انتي على العشاء فبو بيدخل الحارس ده جوه الزي التنكري وبيضربوه وبعدها بيرموه وبو بيقول لانصر خروف احنا هنا علشان ننقسكو ونقبض علشين فانصر خروف بتقول لهم على مكان السجن اللي محبوسين فيه حراس الملك اللي اسمهم كوروكو اوكس روحوا حرروهم علشان ممكن يساعدوكو وبو بيقرر مايروحش على قصر الملك ويروح يحرر الحراس الاول لكن الزئاب بتشك فيهم وبطردهم فبو والمقاتلين بيدربوا الحراس وهم جوه الزي التلقري وبيبلعوا المقاتلين بالزي وبيضربوهم وبيرموهم ويقدروا بعدها يخشوا الشوارع الديئة ويهربوا من الحراس وراحوا استخبوا جواه براميل خشب ودخلوا السجن ومنتز خرج ودرب حراس السجن وبيخشوا السجن وطايجرس وكرين ضربوا باقي الحراس اللي جوه وبو راح يدور على حراس الملك لحد ما لقاهم وطايجرس كسرت باب الزنزانة علشان يخرجوا لكن الغريب انو كروكو واؤكس ما كانوش عاوزين يهربوا وبيرجعوا باب الزنزانة مكانوا لانهم ما كانوش عاوزين يقتلوا شين وخايفين شين يستخدم سلاح المدفع على سكان المدينة وبو كان عاوزهم يغيروا رأيهم وبيقتحم عليهم الزنزانة وبيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يخرجهم بس كروكو واؤكس مصررين ما يهربوش وبيقولوا ده وقت الاستسلام وملهاش لازم نحارب شين علشان سلاحش ينقوي جدا وهيحل محل الكونجفو وبو تاعب وزهق من محاولة اقناحهم وبيقرر يسيبهم براحتهم وكان ماشي بس قبل ما كان ماشي بيظهر قائد الحراس ومع اتنين من رجالته بس مانكي وكرين بيهجموا الحراس وبيوقعوهم فزعيم الزئاب بيطلع يجري وبيركب على العربية وبيهرب بسرعة وبو مش بيردى يسيبه وبيركب عربية وبيطرده وقائد الزئاب بيفضل يوقع حاجات في السكة علشان يعطل بو وبيرمي ارانب في وش بو علشان ما يشوفش السكة وفعلا بو مش بيقدر يشوف وبيمشي في طريق غلط وبيطلع فوق المباني وبيطير في الهواء وبينقذ الارانب قبل ما كانوا هيقعوا وبيرميهم لكرين علشان ينقذهم بس العربية بتاعت بو اتدمرت فطايجرس بتضربه ضربة قوية جدا بتطيره وبتخليه يوصل لقائد الزئاب وبو بيدربه والاتنين بيفضلوا يتقاتله لحد ما بينزلوا على سلم وبيعدوا من فوق منحضر وبيطيروا في الهواء وبو بيقع على زعيم الحراس وبو بيفتكر انه انتصر عليه والمقاتلين الخامسة بيوصلوا بس بيكتشفوا انه مصل قدام قصر شين وبيظهر حواليهم جيش من الزئاب فبو والمقاتلين بيضطروا يستسلموا علشان عددهم كان كبير جدا والحراس بيقبضوا عليهم وبيحطوا في يديهم الكلبشات وبياخدوهم لعندي شين وشين بيحس بالانتصار وبيضحك لان بوه جاله لحد عنده وهم اتكلبش وطبعا بوه ما كانش فاهم شين يقصد ايه وشين برضو بيفهم ان بوه ما يعرفش ان قارية البندة اتدمرت بالكامل زمان على ايده وبيضحك بصوت عالي وبيقوم الرجال تويرفعه سلاح المدفع على بوه ويقتلوه بس قبل ما المدفع ينطلق منتس بيطفل فتيل وبيطلع ان منتس ما تحرر اصلا وبوه عمل خدع وحط لعبة ما كان منتس وفايبر بتستخدم دلها وبتحرر طايجرس اللي بتحرر بوه وباقي المقاتلين وطايجرس بتطير المدفع في الهواء ومنتس بيدرب المدفع اللي بينزل لاخر دور وبيتدمر تماما والمقاتلين الخامسة بيفرحوا لانهم دمروا المدفع وبوه بينطلق علشان يهاجم شين بس لما بيشوف الريش بتاعه بيفتكر الزكرة تانية لامه وبيفهم ان شين كان موجود في اليوم اللي فقط فيه ابوه وامه ويشين بيستغل سراحان بوه وبيهرب من الاصر بسرعة وبيهروح للمصنع بتاعه اللي كان مليان مدافع وبيقوم الرجالته باطلاق النار على الاصر والمقاتلين الستة بيعرفوا انها يتدرب عليهم بالمدافع فبينطوا من الحفرة بتاعت المدفع وبينزلوا الاخر دور وفي نفس الوقت الاصر بيتدرب بالمدافع وبقى على وشك انه ينهار وطايجرس بتعمل فتحة في الحيط علشان يهربوا بس الحراس بتوعشين بيضربوا فرينة بالسهام وطايجرس بتقدر بمهارة عالية تصدوا كل السهام وطايجرس بتتحد مع بوه وبيتسلكوا سوا الاصر وهو بينهار وبينطوا بعدها للعمير التانية وبينقزوا نفسهم وشين على الناحية التانية بيتعصب ان بوه قدر يعيش وبيقمر رجالته يلموا المدافع علشان هيخزوا الصين وبيقمر قائد الزئاب يجهز السفن وبينشوف ان كل الزئاب بتتجمع علشان تمشي مع شين وبوه والمقاتلين بيروحوا للسجن تاني عنده كروك وأوكس وطايجرس بتبقى متعصبة وبتسأل بوه انت ليه سيبتي شين يهرب وبوه مش بيرضى يقول لها انه شاف رؤية فطايجرس بتكرر تخلي بوه هنا في السجن ويبقى بعيد عن الكتال لانه بالشكل ده هيخسرهم المعركة وبوه كان رافض الفكرة وعاوز يمشي معاهم بس طايجرس بتمنعه وبتهزمه بسهولة لانه مش مركز فابوه بيضطر يقول لهم شين هو اخر واحد شاف امي فلازم الاقي شين علشان اعرف ايه اللي حصل لعيلتي فطايجرس بتفهم كل حاجة وبتحدن بوه وبتتعاطف معاه بس بتطلم منه برضو يفضل هنا عبال ما هي والمقاتلين يروحوا يقبضوا على شين وبنروح لشين اللي بيكون فرحان علشان هيحقق حلمه وهيحتل الصين والعرفة بتقوله الدمار اللي هتعمله ده هيتسبب في موتك وابوك وامك كانوا بيحبوك جدا حتى بعد ما دمرت قرية البندة ولما كانوا بيموتوا كانوا متضايقين انك مش معاهم بس شين مش بيهموا الكلام ده والمصمم يكمل مهمته فالعرفة بتسيبه وبتمشي بينما تايجرس والمقاتلين بيتسللوا للمصنع وبيفكروا في خطة يدمروا بيها الاسلحة قبل ما تتحمل على السفن وبيتجي لهم فكرة انهم يولعوا في براميل البرود ويرموها في المصنع وكده المصنع هيتفجر وبنشوف ان بوه جي وراهم وبيتسلل المصنع برضو وضرب اتنين من الحراس وافقادهم الوعي وبيمسك الاتنين الحراس وبيستخبى وراهم علشان يقدر يخش لجوه المصنع وقائد الزئاب مش بيشوفه وبيقدر يعدي من كل الحراس ومحدش بيحس به وبيدور بعدها على المقاتلين الخامسة ولكن شين بيلاقي بوه وبوه كان عاوز يعرف الحقيقة وبيسأل شين ايه اللي حصل لابوي يا امي وشين بيجدب عليه وبيقول له ابوك وامك تخلوا عنك وشين بعدها بيقطع السلسلة اللي مسك الجسر اللي واقف عليه بوه وبوه كان هيقع في الحمم البركانية بس بيلحق نفسه وبرى المصنع المقاتلين الخامسة بيجمعوا براميل البرود وبيرموها وهي مولعة جوا المصنع بس شافوا ان بوه اصلا موجود ومتعلق فبيطفوا النار بسرعة علشان لو المصنع انفجر بوه هيموت وبكده خطوتهم بتبوز وبوه بيرجع للجسر وبيهاجم شين بس شين بيدربوا وبيوقعوا على النقالة اللي بتنزل المعدن في الحمم النارية والمقاتلين بيتحركوا علشان ينقذوا بوه بس بيقفوا الشهم الحراس وكان من ضمنهم غوريلا عملاقة والحراس بيكون عددهم كبير جدا وبيهاجموا المقاتلين الخامسة وبوه كان هيقعوا في الحمم بس بيلاقي مغناطيس وبيعلقوا في النقالة وبيلف بيه للناحية التانية وبيرجع لي شين من تاني وبيخش معاه في معركة قوية وبوه بيهاجموا بالمغناطيس وبيكتفوا وبيسألوا تاني عن ابو وامه بس شين بيقولوا ابوك وامك تخلوا عنك علشان ما كانوش بيحبوك وشين بيحرر نفسه من المغناطيس وبيكشف عن مدفع كبير وراه وبيطلق المدفع على ابوه وبوه حاول يصد القذيفة بس مش بيعرف لان القذيفة كانت قوية جدا والقذيفة بتطير ابوه لبره المصنع وبيقع في النهر وبيغم عليه وبنروح للمعلم شيفه اللي بيحس ان المقاتلين في خطر وبيفكر هيعمل ايه وبوه عين في النهر وفاقد الوعي لحد ما العرافة بتلاقيه وبتاخده وبتفضل تعالجه بالقبر لحد ما ابوه فاق والعرافة بتأكله وبتتكلم معاه عن اللي حصل زمان لما كان طفل وفي الاول العرافة بتسأل بوه وبتقوله انت فكر ايه فابوه قال لها انا مش فاكر غير رؤيتين شفتهم لامي والعرافة بتقوله المكان اللي احنا فيه دا دلوقتي زمان كان قارية البندة ودي كانت قارية جميلة جدا وهدية بس شين لما عارف ان ابوه بتاعته وانه هيتهزم من مقاطل لونه وابيض واسود شين اتجنن وكرر يقتل كل بندة موجودة وبتحكيله ان لما جيش شين وصل للقرية ابوه كرر يضحب نفسه ويقادر رجالة شين عبال مؤمك تكون هربت من القرية وتوديك لمكان امان وبينما العرافة بتحكي بقى الحكاية كان ابوه بيوصل للسلام الداخلي وبيقدر لوحده ويفتكر كل حاجة وفي نفس الوقت كان قادر يتحكم في نقطة المية ازاي المعلم شيفه وقدر يفتكر ان امه سفرت مسافة طويلة علشان تحميه والزئاب كانت بتطريدها في الغابة فامه بعدها حطته جوا صندوق الخضار وبوه لم يعرف ان امه سابته في صندوق الخضار وراحت تهرب من رجالة شين بيفقد بصلته للسلام الداخلي وبيحزن جدا على اللي حصل لانها كده ضحت بنفسها علشان تحميه والعرافة بتحاول تهديه وبتوسيه وبتقول له انت في رحلتك عملت صحاب كويسين جدا وتعلمت حاجات كتيرة لحد ما وصلت الهلة ويمكن بدايتك كانت حزينة بس المستقبل ده احنا اللي بنتحكم فيه بالاجتهاد لاننا لو اجتهادنا في الحضر مستقبلنا هيكون افضل وبوبي يتشجع وبيقوم يقف وعازم على الانتقام من شين وعنده استعداد يقتله وفي المينا جيش الزئاب بيبقى جاهز كل السفن وحطوا عليها المدافع وشين كان قابض على المقاتلين الخامسة ورابطهم وشين بيقول لهم لما اهل المدينة يشوفوكوا كده هيفقدوا الامل في الكونجفو وهيأمنوا بأسلحة الجديدة وقسطول شين بيتحرك ومتجه ناحية البحر وكل اهل المدينة بيخافوا لما بيشوفوا المدافع على السفن وفي جسر قدامهم كان سادد السكة ووقف عليه ناس فجيش شين مش بيتردد وبيفجروا الجسر علشان يعدوا بس فاجة بيظهر بو على سطح واحد من العمير والمقاتلين الخامسة بيفرحوا ان بو لسه عايش وشين طبعا بيتضيق وبيتعصب جدا وبو بيتحدى شين في معركة اخيرة وشين بيؤمر رجالته يجهزوا المدافع بينما بو نزل من على العمير وقاعد يرويخهم ويجي من وشمال علشان ما يعرفوش يصاوبوا عليه وفادل يعمل كده لحد ما وصل لهم السفينة فالزئاب بيطفوا المدافع علشان اكيد مش هيفجروا نفسهم والزئاب بتبدأ تهجم على بو بس بو بيقدر يتصدلهم وبيسرق منهم فاس وبيحدفوا للمقاتلين الخامسة وبيقدروا يحراروا نفسهم وفارينة بيتجمعوا من تانية ومستعدين للقتال وهم الستة بينطوا من سفينة للتانية وبيخلصوا على كل الزئاب بينما كروكو واوكس بيظهروا في ساحة المعركة وبينضموا البو والمقاتلين وبيساعدوهم وبيقتلوا الزئاب والمعلم شيفو كمان بيكون وصل وبيخلص على العدد كبير من الزئاب وبيقتل عن شيفو راح لكروكو واوكس واقناحهم ينضموا للقتال وشيفو بيقمر تلاميزو ويسدوا السكة باستخدام سفينة من السفن وفعلا تايجرس بتعمل كده وبتعكي السفينة وبتسد السكة وبو كمان بيقرب سفنتين من بعض وكرين بيستخدم جناحاته وبيسد السكة بسفنتين كمان وبكده هم منعوا السفن انهم يخرجوا للبحر وبتبدأ معركة قوية ما بين مقاتلين الكونجفو والزئاب وشين بيبقى في قمة غضبه وبيقمر قائد الزئاب يفجر السفن اللي سد السكة بكذيفة من المدفع بس قائد الزئاب بيرفض لان كده فيه زئاب هتمود فشين بيضربه بسكينة وبيقتله وبيولع هو فاتيل المدفع وبيقدر يفجر السفن اللي سد السكة وفارينا بيتصاب من القذيفة دي وكل اسطول شين بيخرج للبحر وبنشوف ان كل مقاتلين الكونجفو تعبنين وفيهم اللي مغمى عليه لكن بو بيبقى عنده عزيمة قوية ورافض الاستسلام وبيطلع على لح خشب وبيقف قدام سفينة شين وشين لما بيشوفه بيقول لرجالته صاوبه كل المدافع في اتجاه البنده ده واول قذيفة بتضرب على بو بس بو بينسى كل المشاعر السلبية وبيركز في السلام الداخلي وبيتخيل القذيفة كأنها نقطة مية ولما بتيجي عليه بيحركها بسلاسة جدا وبيعكس اتجاهها وبيرميها بعيد وكل الناس اللي شافت اللقطة دي بتنبهر وشيفه بيبقى فرحان علشان بو قدقن السلام الداخلي ويشين بيؤمر باطلاق العديد من القذيف عليه بس بو بيتحكم في كل القذيف وبيغير اتجاهها وبيرميها في المية وبيتفادى بعض منها وبعدها بيقرر يمسك القذيف ويرميها على السفن وبيقدر يعمل كده لحد ما دمر كل القسطول ويشين ما كانش مصدق عينه وبيضرب بو باكبر مدفع عنده اللي بيخرج منه قذيفة قوية بس بو بيقدر يصدر قذيفة وبيمسكها وبيتير بها في الهواء وبيعمل شعار الكونجو فو وبيرجع القذيفة لصاحبها وبيضمر سفينة شين بالكامل ويشين بعدها ما كانش مصدق نفسه ان كل المدافع اتدمرت وبيخش في قتال مع بو بالريش بتاعه اللي مصنوع من الحديد بس بو بيصد هجماته وبيتفاداها ويشين من غير ما ااخد باله وبيضمر اجزاء من السفينة وفيه جزء كبير من المدفع بيقع عليه وبينط بو من السفينة بعد من فجرت وبكده بو بينتصر في معركته وطايجرس بتساعده وبتخرجه من المياه واهل مدينة جونمن بيعملوا احتفالات وبيفرحوا لان بو المقاتل التنين انقذهم والمعلم شيفه بيهنبو لانه اطكن اسلوب السلام الداخلي وبعدها بو بيرجع للمطعم بتاع السيد بينج وكان جايب له خضار جديد وبيقول له انا عرفت الحقيقة وازاي وصلت لصندوق الخضار بتاعك وانا زاير بس ده مش هميمني وهفضل ابنك وبيوحدن ابو والسيد بينج بيفرح جدا برجوعه بسلام وفي مكان بعيد في الجبال بنشوف قارية صغيرة للبندة وابو ابو بيدرك ان ابنه لسه عايش وبيقول لدي بباية البندة احنا هنروح قريب لقصر جاي وبعدها بنروح للمعلم اوجوي وفي عالم الارواح وكان قاعد بيتأمل وفاجأ بيتهاجم بسكاكين مربوطة بسلاسل كبيرة بس اوجوي بيصدوا الهجوم ده واوجوي بيفهم ان اللي بيهجمه شخص اسمه كاي كاي ده كان صديق قديم لأوجوي لكن اوجوي زمان نفى لعالم الارواح فكاي عاوز يتحدى اوجوي وينتقم منه وبيهجمه بالسلاسل بتاعته وبيكسر الصخرة اللي واقف عليها اوجوي وكاي اصبح اقوى من الاول والفضل في ده ان كاي خد طاقة الليتشي روحية بتاعت كل معلم موجود في عالم الارواح وكاي بيقول لأوجوي دلوقتي يجي دورك وهي اخو طاقة الليتشي بتاعتك وبينطالب كاي وبيهجم على اوجوي بكل قوته واوجوي يحاول يصد هجماته لكنه بيفشل وكاي بيقبض عليه وبيكتفه بالسلاسل وبيقول له بعد ما اخو طاقة الليتشي بتاعتك هقدر ارجع للعالم من تاني وساعاتها محدش هيقدر يمنعني عن اللي هعمله بس اوجوي بيقول له مش مهم ان هكون موجود ولا لأ كده كده في مقاتل قوي جدا موجود في عالم الاحياء وهيتصدى ليك وطبعا اوجوي كان يقصد بو وبعدها اوجوي بيتجمد وكاي بياخد الليتشي بتاعته وبيحاول روحه الحجر وبكده كاي هيقدر يرجع لعالم الاحياء وبيقول ايا كان المقاتل اللي اوجوي بيتكلم عنه انا هلاقيه وهياخد الليتشي بتاعته وبينتقل كاي لعالم الاحياء وبنروح لبو والمقاتلين الخامسة واللي كانوا رايحين يتدربوا مع المعلم شيفو بس شيفو بيفجائهم وبيقول لهم انا هعتزل التدريب واللي هياخد مكاني وهيدربكو هيكون المقاتل التنين وبو بيتصدم وبيقول له انت عوزني انا اضرب طايجرس وباقي المقاتلين انا اصلا مش بعرف اضرب حد انا من رأيي تخلي طايجرس هي المعلمة الجديدة بس شيفه بيرفض وبيقول له مسؤولية التدريب دي مسؤوليتك انت لانك المقاتل التنين وبعدها شيفه بيمشي من مكان التدريب وبكده ما بقاش في خيار غير ان بو يضرب المقاتلين الخامسة والمقاتلين الخامسة بينحنوا البو وبيبدوا التدريب بس طبعا بو كان مدرب فاشل ومش عارف يضربهم وكل حاجة في المكان بقيت كارسة حرفيا وكلهم كانوا بيتمرنوا غلط بسبب تعاليمات بو وبيطلعوا هم الخامسة مصابين وبالليل بو كان رايح لتمثال المعلم اوجوي ويسمع ثلاث موظفين ماشيين وبيتريقوا على بو وبيقولوا ازاي بو ده بقى المقاتل التنين وبو بيحزن جدا وبيبص على تمثال المعلم اوجوي وفاجأ بيظهر شيفه علشان يتكلم مع بو وبيقولوا ايه اخبار اول يوم تدريب ليك فابو قالوا اكيد كان يوم وحش علشان انا مش معلم اصلا وانا مش هدرب حد تاني فشيفه قالوا لو فضلت تعمل في حياتك اللي انت شاطر فيه فانت عمرك ما هتطور فانت لازم تحاول تشتغل علل انت مش بتعرف تعمله فابو قالوا بس انا حابب نفسي كده ومش عاوز ابقى معلم فشيفه قالوا اكيد المعلم اوجوي مختاركش تبقى المقاتل التنين علشان تبقى مقاتل فقط لا هو وسك فيك جدا علشان انت عليك مسئولية اكبر من كده وانت لازم تتعلم قوة اللي تشي واللي تشي دي معناها الطاقة الروحية وهي موجودة عند كل شخص وبتخلي اي حاجة مزدهرة وفيها حيوية وشيفه بيحرك ايده وبيخرج طاقة اللي تشي بتاعته وبيفتح الزهرة فابو بيانباهر باللي شيفه عمله فشيفه قالوا لازم تتدرب باستمرار علشان توصل لطاقة اللي تشي وفي مكان تاني بيظهر قاي وبيبقى لسه واصل لعالم الاحياء وبيقابل وزة وارنب وكانوا خايفين منه جدا وقاي بيرمي الخمس احجار اللي معاه اللي بتتحول لمقاتلين كونجو فو بس زومبي وقاي بيامرهم يروحوا التلاميذ اجوي وبو ما كانش عنده فكرة عن الخطر اللي جاي وكان في مطعم والده وبيتصدم بو لما بيسمع ان في حد قصر الرقم القياسي بتوع في الاكل ولما بيرح يشوف مين بيلاقيه بنده زيه وبو بيسأله انت مين فالبنده قاله انا اسمي لي وسفرت الهنة علشان بدور على ابني اللي ضع مني وهو طفل وبو بيحزن جدا وبيقوله وانا كمان فقط ابويا وانا طفل والاتنين كده بيقلبوا على جعفر العمدة وسيف لحد ما الاتنين بيدركوا الحقيقة وبو ما كانش مصدق ان والده عايش وبيجري عليه وبيحضنه والسيد بنج لما بيعرف ان والد بول حقيقي زهر بيزعل وبيغير وبيسأل ليه وبيقوله هو مشين قتل كل قرية البنده فاليه قاله لا يا ليفة في شوية مننا قدروا ينجوا وعايشين في قارية سرية في الجبال فبينج قاله وعرفت ازاي ان ابنك لسه عايش فاليه قاله انا جالي احساس ان ابني عايش ولازم ادور عليه وده احساس الاب وانا بشكرك انك ربيت ابني وخدت بالك منه وبو بيبقى في قمة السعادة انه شاف والده وبياخدوا الاسر جيد وبيبدأوا هم اللي اتنين يلعبوا بالاسلحة واللبس الاسطوري وشيفو والمقاتلين الخامسة بيوصلوا جاء جرز الانذار بيشتغل وده معناه ان القرية بتتعرض للهجوم فبو والمقاتلين الخامسة بينطلقوا وبيحربوا رجالة كاي الزومبي وبيعرفوا ان دول كانوا معلمين سابقين وماتوا بس ده ما كانوش يعرفوا ان كاي كان بيتحكم فيهم واسناء وهم بيتقاتلوا وبو بيقع قدام مطعم السيد بينج فبو بيستخدم حركة اتعلمها جديد وبيهاجم اعداءه بالاكل لكأنه مدفع بمساعدة من فيبر وطايجرس وقدروا فرينا يتغلبوا على رجالة كاي بس كاي كان قادر يشوفهم من خلال مقاتلين الزومبي وكمان بيتكلم من خلالهم وبيقول انا كل اللي كنت عاوزوا اني اعرف اشكال تلاميذ او جوي ودلوقتي عرفتكو وقريب هاجي وهاخد طاقة اللي تشيب تاعتكو وبعدها كاي بيحاولوا رجالتو الاحجار مرة تانية وبيرجحهم ليه وبو والبقية ما كانوش لسه فاهمين حاجة ويشيفه بيروح يدور في المخطوطات القديمة علشان يجيب معلومات عن كاي وفعلا بيلاقي مخطوطة او جوي كان حكي فيها قصة كاي والحكاية بتقول ان زمان او جوي وكاي كانوا صحاب جدا وكانوا بيقاتلوا سوى الاعداء واو جوي كان بيقوت جيش الصين وكاي كان بيقاتل بجانب او جوي وفي احدى المعارك اللي دخلوها او جوي اتصاب اصابة خطيرة وكاي شالو فضل يدور على المساعدة وبعد ايام وصلوا لقرية البندة السرية اللي في الجبال وهناك كل دببة البندة استخدموا قوة اللي تشي وقدروا باستخدام القوة دي يعالجوا او جوي وكمان علموا او جوي ازاي يستخدم قوة اللي تشي بس كاي كان اناني وعاوز يبقى هو الوحيد اللي عنده قوة اللي تشي وامتص القوة دي من البندة وقبل ما كان هيكمل او جوي ظهر ووقفه والمعلم او جوي اضطر يخش معه في معركة وبعد معركة طويلة او جوي قدر يغلبه ونفى قوي لعالم الارواح والمعلم اوجوي بيقول لو قوي رجع لعالم الاحياء فما حدش هيقدر ينتصر عليه غير معلم كونجو فو بيقدر يتحكم في قوت اللي تشي فبو بيقول لي شيفو اكيد المعلم اوجوي يقصدك انت فشيفو قال له ايه انا انا اخر يخلي الظهرة تفتح وهو اكيد يقصدك انت وليه كان سمع الحكاية وبيقول لبو انا اقدر علمك ازاي تستخدم قوت اللي تشي بس لازم تيجي معي لقارية البندة والسيد بينجي بيظهر وما كانش عاوز بو ويمشي من غيره فبينجي بيحضر كل حاجة للرحلة دي علشان هيجي معهم بينما شيفو بيأمر كرين ومنتس يلاقوا مكان قوي والشيفو بيحذرهم وبيقول لهم يوعاكوا تواجهوا قوي لان قوي ممكن يغلبكوا وياخد طاقت اللي تشي بتاعتكوا وساعتها هيبقى صعب علينا اننا ننتصر عليه وكرين ومنتس بيسمعوا كلامه وبيسافروا يدوروا على مكان قوي بينما بو ولي والسيد بينج بيبدأوا رحلتهم لقارية البندة وبعد رحلة طويلة جدا بيوصلوا اخيرا وبيركبوا على رفاع بتاخدهم لأعلى الجبل وبيبقوا وصلوا كده لقارية البندة واللي بتطل عنها قرية جميلة جدا وكل دببة البندة بتيجي تسلم على بو وبو بيبقى فرحان جدا انه شايف ناس شبهوا وبيتضحرجوا كلهم من على الجبل وبيحتفلوا وبيقدموا الاكل لبو وفي واحدة اسمها ميمي بتوعت ترقص بالشارية اللي معاها وبتخلي بو يرقص معاها بينما كرين ومنتس كانوا بيدوروا على كاي وبيلقوا تلات مقاتلين كونج وفوق رايحين لما كان كاي فبيوصلوا كلهم عنده حتام سفينة والتلات مقاتلين كانوا عاوزين يواجهوا كاي بس كرين بيحذرهم وبيقول لهم الكلام اللي قالوا شيفه وانه كاي لو هزم اي مقاتل بياخد اللي تشيب تاعه وقوته بتزيد بس المقاتلين مش بيهتموا بالكلام ده وبيخشوا للسفينة علشان يواجهوا كاي بس كاي بيقدر يتغلب عليهم وبياخد اللي تشيب بتاعهم ومنتس كمان بيخش وراهم بالرغب ان كرين حاول يمنعه ومنتس بيقول لكرين ما لك انت خاف ولا ايه دي الفرخة دخلت وكرين بيضطر يخش وراه علشان منتس وبيتفاجئ كرين لما بيشوف كاي وراه وبيضربه وبيخبطه في الارض وكاي بيوري له انه امتص اللي تشيب بتاع منتس بالفعل وحوله الحجر وكرين حاول يحرر منتس بس مش بيعرف وكاي بيضربه بسهولة فكرين علشان ما يتحولش الحجر هو كمان بيرمي برميل على كاي وبيطير بسرعة وبيهرب بس كاي بيمسكه بالسلاسل وبيشده لحد عنده وبيحول كرين لحجر وبيمتص روحه وبنروح لبو اللي بيصحى الصبح بدري وبيروح يصحي والده علشان يبدأوا التدريب بس ليه بيقوله انت ايه لصحك الصبح بدري البندة في طبعهم بيصحوا بعد الظهر بص اول درس ليك انك تخش تنام وهو فعلا بو بيسمع كلامه وبعد الظهر بو بيقعد يلعب مع البندة وبيبقى مبسوط جدا وبيعلموه ازاي الضحرج على الارض وابو بيتعلم الضحرج بسرعة وبيضحرج نفسه وهو حوالي التلج والسيد بنج كمان بيبقى فرحان لان دبابة البندة الصغيرين حبوا النودلز بتاعته وطلبوا منه يطبخ لهم النودلز وبعد الظهر بو بيقعد مع والده وبيسأله امتى هتبدأ تدربني على قوة اللي تشيه بس ليه بيغير الموضوع وبياخده القوضة وبيوريله صورة ليه وهو طفل مع امه وبيحكيله عن اليوم اللي شين هجم عليهم فيه فابو بيتأثر جدا بينما شيفو بتجيله رسالة ان فيه مقاتلين كتير في الصين اختفوا فبيفهم شيفو انه قاي سحب اللي تشيه بتاحهم كلهم وفاجأة بيوصل كرين ومنتس وهم نزومبي وقاي كمان بيوصل وقاي بيقول انا هنا علشان ادمر كل اللي اوجوي صنعه وشيفو والمقاتلين بيبدوا يحربوا قاي بس قاي كان قوي جدا وبيقدر يتغلب عليهم لكن تايجرس بتسدد له ضربة قوية فقاي بيقمر كرين تدخل وتهاجم تايجرس ومنتس كمان بيهاجم مانكي ومانكي ما كانش عاوز يضربه لانه صاحبه بينما شيفو بيخش مع قاي في مواجهة فردية وقاي بيدرب شيفو بالسكاكين وكان مسيطر على القتال وشيفو بيشوف حجر المعلم اوجوي فبيتشتت وبيتدرم من قاي وبيقع على الارض وقاي بيستغل ان شيفو وقع على الارض وبيمتص اللي بتاع مانكي وفايبر وشيفو بيقول لطايجرس روح انت البوء وحزريه وانا هحاول اعطل قاي وقاي بيلف السلاسل بتاعته حوالين تمثال اوجوي وبيكسر بيه قصري جيد وبيدمر المكان وشيفو ما كانش فيه حاجة بيده يعملها وبيقول لقاي المقاتل التنين هيهزمك وقاي بيقول له ان هروح لقرية البندة وهياخد اللي بتاعهم كلهم وبعدها قاي بياخد اللي بتاع المعلم شيفو وتايجرس بتبقى شايفة اللي بيحصل واللي بتاع شيفو كان قوي فقاي قوته بتزيد جدا وتايجرس بتاخده المخطوطة اللي بتحكي قصة قاي وبتروح لقرية البندة بينما بوه طبعا ما كانش عارف اللي حصل لاصحابه وعمال بيلعب وبتوصل علشان تعرفه كل اللي حصل وبتعرفه ان قاي جاي علشان ياخد كل طاقة اللي بتاعت كل اللي في القرية وبوه بيتصدم ان يشيفو حتى ما قدرش يوقف قاي وكل اللي في القرية بيخافو وبيلمو حاجتهم علشان يهربو وبوه بيروح لليه وبيطلب منو يعلمو كوة اللي تشي وليه بيحاول يهرب منو وبيقولو انت لسه مش مستعد فبوه بيضغط عليه وبيقولو مفيش وقت لازم اتعلم دلوقتي بس ليه بيكشف له الحقيقة وانو مش عارف اسلوب اللي تشي اصلا وبيقولو اللي كانوا يعرفوا يستخدموا كوة اللي تشي كانوا اجدادنا لكن مفيش حد من القرية دلوقتي عارف وبيقولو انا جبتك لقرية البندا علشان تبقى معايا وتكون في امان وبوه كان مصدوم من كلامه وانو طلع كداب وبيسيبه وبيمشي وبيقرر انو هيواجه قاي لوحده وبيروح يعمل معسكر صغير لوحده وبيعمل تمثال من الخشب على شكل قاي وبيبدأ يتضرب وقاي في نفس الوقت بيبقى ماشي وراء اصار رجلين تايجرس وبيقرب من قرية البندا والسيد بنج بيشوف بوه وهو بيتضرب وبيروح ليه اللي كان متدايق انو كدب على بوه فبينج بيقولو احنا ساعات بنجدب بس بنجدب علشان نعمل حاجة صح وبوه دلوقتي محتاجنا انا وانت علشان نقف جنبه وبينج بيطلع صورتهم هم التلاتة وبيحطها جنب صورة بوه وامه وبعدها تايجرس بتروح لبوه وبتقولو مش هنقدر نتغلب على قاي بالكونج وفوه لانو قوي جدا وهيهزمنا فبوه قال لها بالعكس انا اقدر امسك قاي واعمل فيه حركة صباع وشي والحركة دي هتوديه لعلم الارواح بس تايجرس بتقولو مش هتقدر لان قاي عنده جيش من الزومبي ومش هيسمحولك اصلا انك تقرب من قاي فانت لازم تتكن اسلوب قوة اللي تشي بس بوه بيقول انا مشتت ومش عارف اعمل ايه بس ليه بيجيلو بيقول لبوه انت مش لوحدك كل اهل القرية هيكونوا معاك وهيقتلوا وانت يا بوه هتقدر تعلمنا الكونج وفوه وهتقدر تخلينا مقاتلين اقوية وابو بيتحمس وبيبدأ فعلا يعلم ديبابة البندر كونج وفوه وبيعلمهم الكونج وفوه بالطريقة اللي تناسبهم زي ما المعلم شيفه وعلم بوه في البداية خالص عن طريق الاكل وبيقول لهم قوتكو الحقيقية في الحاجة اللي بتميزكو واللي بتحبوها سواء كانت في الالعاب او الضحراجة او الطيران او اي حاجة انتو بتحبوها وبيعلم ميمي انها تقاتل بالشارات بتاعتها وفعلا مع الوقت كل البندر بيتحسنوا في الكونج وفوه بفضل تعليمات بو وبيقدروا يقتلوا باستخدام الاساليب بتاعتهم واصبحوا مستعدين وبيبدأ بوه يرسم الخطة المناسبة وبيطلب منهم يقتلوا مقاتلين الزومبي ويتليهوا معاهم وبالما انا اقاتل قاي واعمل فيه حركة صباح وشي وبعدها ليه بيشوف في المخطوطة صورة لدبابة البندر وهي بتعالج جوجوي باستخدام قوت اللي تشي فليه بيحاول يقلدهم ويعمل زيهم ولكن فجأة بيوصل قاي لقرية البندر ودقت ساعة الحرب وبوه بيقابله وبيفضل استفزه فقاي بيطلق مقاتلين الزومبي عليه واللي بيكون منهم المعلم شيفه والمقاتلين بتوعنا وبوه بيطلع يجري وبيستدرجهم للقرية وقبل ما كرين كان هيهاجم بوه اتنين من البندر بيتيروا وبيضربوا كرين وبعدها تلاتة من البندر بيتدحرجوا وبيهاجموا مقاتلين الزومبي وبيفضل بوه يستدرج الباقي والبندر بيظهروا وبيقتلوهم وميمي بتستخدم الشرائط بتاعتها وبتنضموا للكتال وفي نص القرية تايجرس بتواجه مقاتل التمساح وبوه كان بيهرب من مقاتل تاني وبتدخل دابة البندر الصغيرة وبتهاجم المقاتل ده بالالعاب النارية وقاي ما بقاش قادر يشوف من خلال مقاتلين الزومبي بينما بوه بيجري من شيفه اللي بيطرده وبوه ما كانش عاوز يقاتل شيفه فبيتدخل ليه والسيد بينج وبيقتله شيفه وبوه أصبح حر ومحدش بيطرده وبيستغل انه قاي مشتت وبيتضحرج على الجبل وبيحول نفسه الكرة الجاية وبيضرب قاي وبيمسك صبعه علشان يعمل فيه حركة اوشي ويودي العالم الارواح بس قاي بيضحك وبيقول له حركة اوشي مش بتتعمل علي علشان انا جواي ارواح ناس كتيرة وقاي بعدها بيستدعي كل المقاتلين بتوعه وبيرجحهم للاحجار وبيبدأ يقاتل بوه اللي ما كانش قادر يقف قصاد قاي لانه كان قاي جدا فعلا وبيتلقى ضربة قوية من قاي بالطيار بعيد وكل البندا بتيجي وبتتلمى حوالين بوه وبوه بيطلب منهم يهربوا وقاي بيجي وبيحس بالانتصار وبيمسك حجر او جوي وبيضحك وبيتريق وبيقول هو ده المقاتل التنين اللي هيوقفني انا هاخد قوة اللي تشي منه ومن كل بندا موجودة هنا وبوه بيفضل يفكر في حل لحد ما بتجيله فكرة وبيكرر يضحب نفسه علشان الباقي يعيش وبينوت على قاي وبوه بيعمل حركة قوشي على نفسه فالتنين بينتقلوا لعالم الارواح وجسمهم هم اللي اتنين بيتحول لأوراق شجر من وره وقاي بيتعصب لانه رجع لعالم الارواح من تاني وبيهجم على بوه وبيطيره وبيحدف عليه السكاكين بس بوه بيتفداها فقاي بيشد الصخرة العملاقة دي وبيضمرها على بوه وبعدها بيكتف بو بالسلاسل وبيبدأ يسحب كوة الليتشي منه وفي نفس الوقت ده الظهور المديئة بتاعت بوه بتبدأ تختفي بينما قاي بيسحب كوة الليتشي بتاعت بوه وجسمه بيبدأ يتحول لحجارة وليه بيكرر يساعد بوه ويعمل الحركة بتاعت الليتشي اللي شافها في الصورة وبينجي وطايجرس وباقي البندا بيعملوا زي لي وفعلا بيقدروا يستخدموا كوة الليتشي وبينقلوا كوة الليتشي بتاعتهم لبوه قبل ما كان هيتحول لحجر وبوه اصبح معايا كوة كبيرة بفضل دببة البندا وبوه بيتحرر من قاي ولبسه بيتغير لمعلم كونجو فو وبيبدأ بوه يرسم خطوط بيده بكوة الليتشي وبيرسم بالخطوط دي تنين وبوه اختار تنين لان هو التنين المقاتل وبيبقى هو جوة تنين ومتحكم فيه وبوه بيفضل يتحرك بيه وكان فرحان وكاي بيتعصب وبيحدف السكاكين بتاعته على بوه بس التنين بيمسك السلاسل وبيمرجح كاي وبيبلع واحدة من السكاكين بتاعته وبعدها بيهجم على كاي وبيربطه بالسلسلة بتاعته وبيشده من السلسلة وبيكسر بالسخور وكاي ما كانش مصدق انه بيخسر من بوه وبعدها بوه بيستخدم قوة الليتشي بتاعته وبيضرب ضربته الاخيرة على كاي وقوة الليتشي بتاعت بوه كانت قوية لدرجة انها بتفجر جسم كاي وبيتحرر كل المقاتلين اللي قوي حبسهم في الأحجار والمقاتلين دول بيرجعوا لعالم الأحياء لكن بو نفسه كان لسه مارجعش وليه وبينج بيقلعوا عليه وبو بعدها بيقابل أوجووي بعد ما تحرر وأوجووي بيقول له انت جبرت وبقيت ناضج وأنا فخر بيك وأنا من ساعة ما شفتك أول مرة أدركت إنك المقاتل التنين لأنك اتولدت علشان تبقى كده وأنت مستقبل لكونجو فو وأوجووي بيدي لبو العصاية بتاعته وبيقدر بو باستخدام العصاية دي يرجع لعالم الأحياء وبيروح يحضن لي والسيد بينج وبيشكر الجميع علشان هم اللي ساعدوه وبيبقى فرحان علشان صحابه رجعوا بسلام ويشيفه بيهنبوه علشان خب عصاية المعلم أوجووي وكده هو معلم كونجو فو محترف وبعد ما بو أنكس كل أهل قريته بياخد كل دببة البندة الأصري جيد علشان يعيشوا معه هناك وبيبدأ يدربهم على الكونجو فو اللي بجد وبيستخدموا قوة الليتشي علشان يرجعوا كل حاجة دمرت وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة واستنونا في ملخص الجزء الرابع واللي وصل لآخر الحلقة عاوزك تحط إيموجي البندة في الكومنتات علشان أعرف مين اللي عجبته الحلقة وما تنسوش تعملولنا لايك وتشتركوا في القناة وبي باي